هذا وقد أكد وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي بأن الضربات التي استهدفت مواقع للحوثيين في اليمن كانت بهدف الدفاع عن النفس ولفت الوزير إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة وشركاء آخرين حذروا الحوثيين مؤخراً من أنهم لن يسمحوا بمواصلة الهجمات على السفن في البحر الأحمر من المهم جداً أن يفهم الناس أن سبب تحركاتنا الليلة الماضية كان دفاعاً عن النفس فقبل يومين كانت هناك هجمات استهدفت سفن حربية تابعة لبريطانيا والولايات المتحدة في البحر الأحمر وتوجد في المنطقة لتأمين السفن الشحن التجارية التي تستخدم ذلك الممر الماء الحيوي كما أننا حذرنا الحوثيين قبل أسبوع بريطانيا والولايات المتحدة وشركاء آخرون حذروا من أنهم لن يسمحوا باستمرار تلك الهجمات على السفن ولذلك كان علينا تدمير قدرات الحوثيين وهذا بالفعل ما قمنا به في تحركاتنا